مدى السادس أربعة من أعضاء الحكومة ومسؤولين كبارا في الحكومة المغربية على خلفية إخفاقات في مشاريع بمدينة الحسيمة شمالية البلاد شاملت الإعفاءات محمد حصاد وزير التربية والتعليم بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة ومحمد نبيل بن عبدالله وزير التعمير والإسكان والحسين الوردي وزير الصحة والعربي بن الشيخ كاتب الدولة المكلفة بالتكوين المهني وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات أكد في تحقيقات ثبوت اختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة أدت إلى عرقلة إنجاز مشاريع تنموية في مدينة الحسيمة وكلف العهل المغربي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة معنا من الرباط إدريس العساوي المحلل السياسي المغربي سيد إدريس في تقديرك ما مدى نجاعة هذه القرارات أعتقد أن هذه القرارات يجب قراءتها أولا كنوع من الإجابة المؤسساتية والدستورية لما ارتفعت به أصوات من الشارع المغربي التي طالبت أن يقوم الملك بمجموعة من المبادرات وخصوصا هذه العملية عملية معاقبة مجموعة من المسؤولين الذين لم يتحملوا المسؤولية خصوصا فيما وقع في مدينة الحسيمة شمال المغرب حيث أن هناك مجموعة مشاريع التي تم التوقيع عليها ولاحظت كل تقارير التي رفعتها مجموعة من المؤسسات الرقابية الموجودة في المغرب والتي أقرت بأن مسؤولين أي الوزير مسؤول على التأخير الذي طرأ حيث أن هذه القرارات ستعطي مضمونا حقيقيا لمسألة ربط المسؤولية بالمحاسبة والذي هو مبدأ مسجل في الدستور المغربي لسنة 2011 كذلك هناك هذا رد يعني انتصار لملك المغرب للشعب الذي طلب بمعاقبة كل من تسوله نفسه أن يلعب أو أن يتهاون في تأذية مسؤوليته وأدعوكم لقراءة ما هو رائجنا اليوم في هذه الليلة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي حيث أن هناك نوع من الارتياح الذي جاء بعد هذا القرار وأريد أن أؤكد على أن هذا القرار يتبعه شيء مهم جدا ما هو القرار هو أن الملك لم يتصرع في أخذ قرار المعاقبة بمحض إرادته بل لجأ إلى مؤسسات دستورية في هذه اللقطة تحديدا أريد أن أفهم تنتبية السلطة في المملكة يفترض أنه بين الوزراء وبين الملك هناك منصب آخر رفيع وهو منصب رئيس الحكومة هل جرى تجاوز هذا المنصب مثلا نهائيا الفصل 47 من الدستور المغربي يقول بأنه رئيس الحكومة يقترح على الملك مجموعة من الوزراء ينتشكيل الحكومية والملك يوافق عليها وفي حالة الملك له السلطة كذلك من خلال الفصل 47 أن يقيل وزيرا أو مسؤولا ساميا إذا ما تبين في حقه أنه أخل بمسؤوليته ولم يقم بما كان يجب أن يقوم به في هذه الحالة الإخفاق يكون محسوبا على من تحديدا يعني يفترض أن هؤلاء يتبعون رئيس الحكومة ورئيس الحكومة يقدم أو يأخذ الإذن من الملك بتشكيل الحكومة بعد فوز أي من الأحزاب في الانتخابات إخفاق هؤلاء الوزراء يحسب في حق من تحديدا أول شيء فهذا إخفاق بطبيعة الحال للحكومة السابقة لأنه هذا ملف الذي كانت أحدث عنه والذي كان سببا في مجموعة من الأحداث في شمال المغرب والتي كانت أحداث كل قنوات الدولية تتبعتها فهذا إخفاق كان للحكومة السابقة من رئيسها إلى وزرائها اليوم كان من الضروري أن نرجع إلى المسؤوليات المباشرة لأنه لا يمكن أن نرمي باللائمة على أي أحد كان على المؤسسات وعلى الملك أن ينظر من هو المسؤول المباشر وبالتحديد هناك تقرير للمجلس الأعلى للحسابات وهي محكمة مالية تنظر في هذه القضايا وتعطي رأيها والمالك استجابة لذلك وبالتالي يكون قد قام بدوره وفقا للدستور شكرا جزيلا لك ضيفنا من المغرب كان معنا من الرباط شكرا جزيلا لك الآن إلى جولة من الأخبار الرياضية رحلاتها إبانة مرحلة مرض إيبولا في إفريقيا كل الدول تراجعت إلا الخطوط الجوية التي تابعت هذه الخطوط أضف إلى المؤسسات المالية عندما يقول بأن الأبناء تبيض الأموال أنا أقول بأن المغرب لا يمكنه تبيض الأموال خصوصا أن القطاع البنكي المغربي بات مرجعا في منطقة الشرق البسط وإفريقيا وذلك من خلال صلابته وأيضا باعتراف يجيبك حتى أكون منصفا من حيث الوقت دقيقة الدولية ووكالات التصنيف الدولي زيد على هذا وأنا أقولها ببساطة المغرب يساهم بقوة ضد تبيض الأموال وضد الإرهاب جاي يجيبك فقط في هذه النظر تأخذ كل الوقت سيد العمري عريف ربما أثار نقاطا كثيرة ربما لعلى أهم نقاط أن الكلام الذي قيل مردود عليه لأنه ثمت منظمات دولية تراقب حركة الطيران إلى غير ذلك وهذا الأمر عاري عن الصحة هذه الاتهامات عاري عن الصحة هذا أولا ويقول أيضا أن التصريحات سيد مساهل حتى ولئن كان هذا المصدر الدبلوماسي وصفها بأنها تعليق سيد مساهل ليس صحفيا حتى نقول التعليق حر كما قال لي بالأمس دبلوماسي سابق في الأمم المتحدة في هذا الأستوديو بل هذا الخطاب يلزمه ويلزمه الدولة الجزائرية ومهما كان زلت لسان أو مرتب فهو غير مقبول تفضل ردك تأخذ نفس الوقت حتى تكون منصفا الله يبارك شكرا على كل حال دركم من أولوش هذا الأمر هذا نأولوه ونجعله منه قفة من الحس إلى غيرها بمعنى لا يجب تعتيمه لا يجب تعتيمه لأن حتى في المغرب هناك وزراء وهناك أساء إلى الجزائر وأساء إلى الدولة وأساء إلى الشعب وأساء إلى غيره ولهذا نحن نقول بكل صراحة أن الدولتين الجزائر المغرب بلد واحد والدليل على ذلك هناك مغاربة في الجزائر يشتغلون فهم مكرمون معززون وهناك كذلك جزائريين في المغرب مكرمون ومعززون ولهذا هذه قضية لا نأخذها بعين الاعتبار أنها قضية كبيرة جدا 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 رجال الأعمال في الجزائر هم أحرار ولهم الحق فأينما يريدون أن يتعاملوا في أي بلد فلهم الحق إذا ارتأوا وأنظر إلى الرئيس بوذياف رحمه الله أنه كان في المغرب وله معمل من الأجور إلى غيره ولهذا في الحقيقة أنا أتأسف إلى بعض السياسيين في المغرب أنهم يؤولون هذا الأمر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة نائمة ونعلى الله من أيقظها من أيقظها لا من أيقظها الذي أيقظهم هؤلاء الذين الصحفيون وهؤلاء السياسيون أزيد على هذا أن هذا الوزير مساهل الذي نكون له احترام على كل حال أنا لم أسمع بهذا الأشياء بشي نقول لك بكل سرعة لأنني كنت في أمر في مهمة أخرى لكن هو صحفي في الحقيقة هو أصله صحفي يعني طبعه الشخصي طبعه شخصي صحفي ولكنه دبلوماسي مثل دبلوماسية الجزائرية ودبلوماسية الجزائرية هي التي تبحث عن توافق وعن رأب الصدع للعكس الدبلوماسية الجزائرية لها تاريخ في العالم لا ينكره أحد لا ينكره أحد أنها حلت جميع المشاكل الموجودة في أفريقيا وحلت جميع المشاكل الموجودة في العالم في العالم أنظر كيف يعني بمعنى أن تغتفر لها هذه الزلة والله أنا أقول لك بكل صراحة يقول للإمام ما لك كلنا نخطئه ونصيب إلى صاحبه هذا القبر فهمت هذه ما ناخدهاش إحنا إحنا الشعب المغربي خوتنا والحكومة كذلك نفس الشيء وإخواننا السياسيين نفس الشيء وما يعد تمشي الإنسان هذا الأمر هذا ويقلبوا منه أمور والطائرات ومطائرات وهذه الأمور كلها خاصة أن حتى الاتهابات كانت متبادلة بعد هذه الحادثة لا هو شوف أنا أقول لك لو أستاذ مساهل أنا نعرفه جيدا نعرفه في حزبي وعضو لجنة مركزية مثلي أنه رجل طيب وثقيل وليس له خلفية ولا مع أي دولة من الدول أنظر الأفارقة موجودون أفارقة من نيجر ومالي وتشاد إلى غير موجودون في الجزائر إلى حتى نواسأ بتصريحاته لمصر أيضا وليتونس لا 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 كانوا موجودون عندنا في الجزائر والله ما يشتغلوا والله ما يشتغلوا ولكن بعض الجمعيات طلبوا منه باش يرحل هذالأشخاص قال لا ما نرحلهمش نحن عندنا أمور إنسانية بلد الجزائر بلد مغياف بلد الجزائر كذا إلى غير يعني أتوقف عند نقطة كنت أشرت لها دكتور أنت أشرت إلى